الله أكبر ما لنا صباح عين وأصدر الله أكبر ما لنا مهل وكذب الله أكبر ما يجرم الطوالب الإسعاد على من فصل بيت الحرام الله أكبر ما لك المبايرون عند الفشار للعباد الله أكبر ما علم فيه فضايح أشوال إلى غرفات ويبتغى في فضايح أشوال إلى غرفات ويبتغى في فضايح أشوال إلى غرفات ما لنا مهل وكذب ويبتغى نعمته سبعانه على نعمه الهزاء ويشكده على خذره المجرام وأشعر أن لا إله إلا الله وعنه لا شريك له جعل الأعيان مواسم أفراه الطائعين عبد المست معالم الدين وانتكست الفطر قال أبو رجاء العطاردين رحمه الله تعالى كنا من عجل فرس أو ناقة لا شريعة تتعكمهم فيأكلون الميتة ويأتون الفوائش ويشربون الدم والخمر ويطوفون بالبيت عراتا يقتلون أولادهم خوف الفغر ويدفنون بناتهم خشية العار وإذا بشر أهدهم بالأنسى ظل وجوه مسودا وهو كزيم المرأة عندهم مبتذلة مهينة تعلق وترذل وتورس ولا ترس وتقتل الظلم شعارهم والجعل لسارهم وإذا فعلوا فائشة قالوا وجنا عليها آباءنا والله أمرنا بها أزمنة مزلما والدين صعيه من بقايا أهل الكتاب يندر وجوده وقد لا يدرك خرج زيد بن عمر بن نفيل إلى الشام بعسا عن العقل وكان يقول اللهم لو أعلم أعب الوجوه إليك أبدتك به ولكني لا أعلم ثم يسجد على راعلة إخوة الإيمان علم أن تلك جاهلية أتبقى الأرض ظلامها فبعص الله نبيه معمدا على عين فترة من الرسل على عين فترة من الرسل فشاء نور الإسلام وانقشع الظلام وأشرقت الأرض بنور الهدى والبينات قال سبحانه وتعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين وبه خرج الناس من الظلمات إلى النور كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله العمد الإسلام أعظم نعمة أن أمل الله بها على عباده فهو دين لا كان ولن يكون مثله لا كان ولن يكون مثله قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه من لم يعرف الجاهلية لا يعرف الإسلام وليس لله في الأرض دين أقن سوى قال سبحانه وتعالى إن الدين عند الله الإسلام هو سبيل الله وسراطه المستقيم ورضيه لعباده فقال ورضيت لكم الإسلام دينا لا يقبل الله من الخلق دينا سوى ومن يبتج غير الإسلام دينا فلن يقبل منه ولا يعب سبحانه من العديان إلا الإسلام قال الرسول صلى الله عليه وسلم أعب الدين إلى الله الحنفية السمحة رواه البخاري إخوة الإيمان اعلموا أنه لا يدخل أهل للجنة إلا من كان من أهل الإسلام قال عز وجل وقالوا لن يدخل للجنة إلا من كان هدى أو نسارى تلك أمانيهم ألعاتوا برعانكم إن كنتم صادقين بلى من أصلم وجاهه لله وهو محسن دين كامل لا نقص فيه بوجه من الهجوه قال سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وهو أحسن الأديان وأتباؤه أحسن الناس دينا قال سبحانه وتعالى ومن أحسن دينا ممن أصلم وجاهه لله وهو محسن ولحسنه يود الكافر أن يكون من أهله قال تعالى ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين أصله ونبراسه كتاب معكم مفصل قال تعالى كتاب أهكمت آياته ثم فصلت ملد عكيم خبير شامل لجميع أمور الدنيا والدين قال تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء جامع لكل ما تأتاجه البشرية قال عز وجل ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء دين الإسلام دين وحال لجميع الخل صالع لكل الأجيال صالع لجميع الناس لا يختصوا بلون أو جنس ولا بمكان أو زمان قال تعالى وليا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا رامة لجميع البشر على تعاقب العزمان والدعور قال عز وجل وما أرسلناك إلا رامة للعالمين وسط في أقائنه وعباداته ومعاملاته وأخلاقه لا إفراب فيه ولا تفريه ولا غلو ولا جفاه قال عز وجل وكذلك جعلناكم أمة وسطا قائم على الهسر والسماعة فلا مشقة فيه ولا أنت قال تعالى يريد الله بكم الهسر ولا يريد بكم الأسر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله العم دين الإسلام عزك العديان أقيدة وشريعة جمع بين عقوق الخلي والخالق قام على أسس وقواعد له ثلاث مراتب الإسلام والإيمان والإحسان ولكل مرتبة أركان وبالجميع صداء الظاهر والباطن فالشعارتان لكون الإسلام الأعظم وهو ما دليله وبرعانه وهو ما دليله وبرعانه وفيهما الإخلاص لله والمتابعة لنبيه معمد صلى الله عليه وسلم والسلاة عمود الدين وسنة بين العبد والرب وفي الزكاة طهارة النفس والمال وغرس المعبة والرحمة والسيام يعذب النفوس ويزكيها والعج فريدة في العمر مرة وبه يزعر الاستسلام وتعقيق العبودية واستقامة الزائر من شؤها استقامة الباطن قال تعالى ليس البر أن تولو هجواكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين إخوة الإيمان اعلموا أن حقيقة الإيمان تصديق الغيب مع أمن وطمئنان يصدقه القول والعمل والإهسان عبارة الله عن كمال إخلاص ومراقبة وعصل دين الإسلام وبنيانه عبودية الله وتوعيده وبعبعث الله جميع أنبيائه ورسله قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة الرسولة وغاية السعي في كل ما يعبه الله ويرضى ولا يفرق بين أنبياء الله ورسله فكلهم صادقون ومسدقون الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر وفي الإسلام سلاه الأموال وعبزها فأعل الله البيع وعرم الربا والغش والغصب والسرقة وأباء التوسعة على النفس وعرم الإصراف والتبذير إخوة الإيمان أن عاذ الدين قد عفز أعراض الناس وأنسابهم فنهى عن الغيبة والنميمة والغمز واللمف والطعن في الأحساب والأنساب وأرم القذف والعن أهلا وشدد في الزنا وعذر القرب منه ونهى عن وسائله وأصبابه هو دين الإحسان والرفق يدعو للترعم والتكافل والمعبة والألفة قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما يرعم الله إنما يرعم الله من عباده الرحمة متفق عليه ويعمر بكل ما يعلف بين القلوب ويدعو لجتماء الخلق وأتلافهم وينهى عن فسار ذات البين ويعذر من فرقة العباد واختلافهم ويرفع الأدرار ويدفعها ومن مقاصده وأصوله لا درر ولا برار الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر منع ينغو دياوة الله إراد عميمتية تبتغى في ينزا ببا منذوء النبو محمد صلى الله عليه وسلم إن أعلى اللهم سني دکان ينغو ديا تاتبتغى الله شيني ونده يكي قسكن تدى أبنده يسمى ومشيني ونده يكي تدى أبنده يكسى باب ونده يباير دى أبنده الله يحنا سألن يدان الله يحنا دتكي مبايي باب ونده يسيباك الله يحلو ككا ده إيقوان سا الله يحلو ككا ده ذاتي سا الله يحلو ككا ده پي پي كون سا أكا دکان نغلط الله يحالي شعب بوا أكا نيان ده يسو سيكوما الله يحوطة تحلطة تتاسو مساني چوا أموا فلالادة الله أكي پاتنط دکان نغلط أبدا راكسامنا دونيا كون الاهرة لليكساني بايا بيو وأتعني كوا سي تحنير الله سألن نمساني چوا دکان نغلط كون الاهرة لليكساني بايا بيو مناغ ده و الله سبعانهو وتعالى اکا نئمو من سما سيوا مناغ ده مصا اکا مطللو لنسو اکا مطللو لنسو وَأَن ده سكيز باكو ده يوشي ينا ده يخمط للا الله شين شايد دمو ده يرواء ونن رانا مي تادن البركة وَتتأجي رانا إيدي يموا مي ساني اللهم أتو كچنسر کی ياسن يو انسلو كتا يا سنة ونزاري دا زامن النكا سبو دا ما صداعا و الله سيوى يا سنة ونسو قوانكيني نسروري 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 غما سوو تر الله مناشه داوال اللي النبو محمد صلى الله عليه وسلم باوان اللاني كو منزان اللاني النبيني نرحمة النبيني نشرية ما ما كنجرمان ونن النبی ما ما كنجرمان ونن منزو إرادة عمين تي ستبتا غا تيينزا قبان اللا شيني النبو محمد صلى الله عليه وسلم دا صحب بانسا اموام سني للي متاني كافن عيقو النبو محمد صلى الله عليه وسلم سنا تکين جاهلية ووتا دا جاهل سنا تکين بتا سنا بوتا تاو بشيوهی دا دوا سنا بوتا تاو ونكو ماباين الله سنا كرم ونكو ماباين الله واند بزيئي أمپاند دا صوبا واند بزيئي چوتد دا صوبا سرق الشيطانو ولي ييوكو ماباين الله سنا ازا تان حکن چوتا تا ايكي سيكي شيسا دکنو وانا آنا مومينا الديني اکا شاپ بترا تا اللا دا يحال تباي اکا جو يند واند اللا يا padي اتشن عديس الودسي اللا يتنا اللا يتباي واند سيكي ما سكر كتو ودکن شرق ما ستو هيد شيطانون سكا کركتت سنن عدي واند واند صلى الله واند واندا سنكسا نشتكي نووطا دي مواتكي نالامرانسو واندا التطير شيني چنفي شيني يكيوه يرا يوسو واندا باسودا وتغايا باسودا وتمنفا ميكيو غرسو زا كغا شاشي يكن كشاشي تي كغا ياكي ياتاش أجاهلية بعدان كومي بسيدان دوكي كوكو متابوا تي اي شكرا 40 أنا تغوبزة ياكي باب واندا كتان كتان باب واندا شريعة تتررسو واندا تكي مصو كنشي سنة تموشي سنة زوو وانفاشا سنة شنجيا سان نمكوما سنة شنجيني ينسو مشارا دانگاني رسامن كاروانا يامتي سي مرتكي پسكا يتchanja پسكا ستي باكي تتchanja ينامي باكي نتكي دمي زا اچي اناي پا مسي ديامتي متى او جنسي يموام سني ابا کسكا نتاواتي ابا ولاغ انتاوة انا اللا قد اتا اوو تد اتا ابتا سان نمكوما اکا نغاجة اتباتا غالو اکا نكشي تا مسي نتاوة ساين بول انسو شنة زالنش حاكوما جايل داوو تا شنة نمبر جدا جنسو حاك انسوكا ايكا تالفاشاسي اي حاك الله امر ندش اللا تاو اذا فعلوا فائشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله امرنا بها ادنسي کا ايكا تالفاشا سيستي اي منسامي ايا يموني اكي اللا ني ييو امر ندوانن الفاشا زامنيني وانده يكي ندوه ديني انغاتاتي الديني انغاتاتي دaga آل الكتاب اكا الرساشي کووكما يزمن تو weights ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر